النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يطلق على أحد الأشخاص اسم أبي الحكم هو امتدح فعله لكن استنكر عليه هذا الاسم إيه القصة وإيه الدلالة؟ شوف يا سيدة هو النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يغير الأسماء القبيحة حتى كان يؤتب الطفل ويسأل عن اسمه ليجي اسمه مش تمام يغيره ودي يعني نظرة الأنبياء ونور النبوة يعني لأنه يعرف أن هذا الاسم إذا ألصق به وهو أبيه سيؤذي صاحبة طبعاً سيؤثر على صاحبة هيصيب بي يعني زي امرأة اسمها عاصية بنت عمر كان اسمها عاصية فلما جاءت سموها عاصية فسألها قالت أنا عاصية فقال بل أنت جميلة سمها جميلة يعني انتقل بها من شوف البديهة السريعة طبعاً فذاء إلا أيضاً يعني جاء له واحد يعني قالوا ما اسمك قال أسرم أو صرم صرم يعني هو قضع النقل وقضع كذا وكذا فالنبو صلى الله عليه وسلم يعرى أن اسمه ده يثير التشاؤم يعني صرم يعني معناه حيقضع أي حاجة فقال بل أنت زرعة يعني اسم من الزرع النماء والنبات والخير والكذا هنا منع ومنع خير وقضع رزق وهذا اسم الجديد هو بل أنت زرعة يعني كمان جاء يعني شخص مع أنه كان مهاجراً مع المهاجرين ودخل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما سأله عن اسمي قال اسمي حزن حزن هي ما غلظة وارتفع من الأرض يعني بيسموا الولاد حزن يعني معناها هذا صعب أنك أنت تتيجي نحي زي مثلاً الأرض العالي يصعب على الصعود عليه فقال أنا قال حزن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بل أنت سهل فهو طبعاً يعني قال لا أنا يعني عجيب قال لا يعني السهل يمتهل ويستذل هتسميني سهل وإحنا يعني متعودين في خيامنا ولا في كذا وكذا أن السهل دا يعني يستذل وكذا فيعني لم يرضى بهذا له يعني هو حفيد ابن المسيب فكان يقول بعد أن أن جدي وفد عن نبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الحديث يعني فلما سأله قال حزن قال له بل أنت سهل فأبى وقال لا أغير اسماً سماني به أبي ابن المسيب أعجي يقول أن ليته قبل هذا الاسم لأنه أصابتنا حزونة حتى الآن لا زلنا نعيش في حزونة وهي الخشونة والضيق وأيضا الحديث الذي فيه الاستشهاد ده برضو ورد إليه يعني شريح ابن هانا فكان هانا دا قومه ورد مع قومه على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا يبايعوا فكانوا يكنونه بأب الحكم فالنبي صلى الله عليه وسلم على علم بأن الحكم هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فيعني قال له ما معناه يعني لما سميت بهذا الاسم فقال له يعني أن قومي إذا اختلفوا في شيء يأتون إليه فيحكم بينهم فيرضى كل الضرف فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني أمين قال ما أحسن هذا الفعل أشهد بالفعل أشهد بالفعل ولكن لم يرضى بالاسم فقال له أن الله هو الحكم بس برضو ابتدأ بالمديح بالمديح أو طبعا حكمة كبيرة طبعا فقال له يعني لك أبناء قال نعم قال من قال مسلم وعبد الله وشريح فقال لو من أكبرهم قال شريح قال فأنت أبو شريح وبيل أن هذا الاسم لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى واستجاب 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 تماما فغير من أبو الحكم إلى أبو شريح الشاهد أن الله هو الحكم فهذا هو اسم من أسماء لها سبحانه وتعالى سواء استندنا في إثباته إلى القرآن الكريم فغير الله أبتغي حكما أو استندنا إلى السنة بأن الله هو الحكم وتغيير اسم الحكم من إنسان إلى الله سبحانه وتعالى ثم هو محل إجماع المسلمين فدائما نحتج على سبوت الأسماء لله سبحانه وتعالى الأول أنه من القرآن وثانيا من السنة وسالسا من إجماع المسلمين وهؤلاء السلاسة هم مصادر السلاسة التي يستقى منها التشريع eigenen تشريع للإ subjectedي في بارض uma المترجم للقناة